قولينا على مرحلتك مع الكابتن جوهري اختارك ازاي واشتغلت معا ازاي وياللي استفدتوا منه لا استفدت لا استفدت كتير كابتن جوهري انا فيه ثلاثة يعني اصاروا في حياتي اقولها بصراحة يعني كانوا قدولية وتعلمت منهم هم دول والدة لارحمة والكابتن محمود جوهري وستمشرت انطول دول التلاثة اللي في حياتي اللي هم علاقتك كان بالسيادة المشيرة قوية جدا قدل صورتك مع الكابتن جوهري ده كان في بركينة فاسو دي ده في استاد اسكندرية استاد اسكندرية ايوة استاد اسكندرية مش عشان لاص مرور ده بالخصم ده في تمرين ده في استاد القاهرة تمام فالتلاثة دول اثاره فيها جدا والدة لارحمه بمبادئه وتربيته وقيمه وعلى الله يرحمه والصح والغلط والحلال والحرام وكله وكابتن جوهري ده كان مش عايز اقول لحدك يعني عمل معي ايه طب بعض الناس كان بتقولك ان الكابتن جوهري ديكتاتوري في قرارات والكلام ده انا تسمع كلام كتير ما في قرار بياخده اللي ياخد اللي حواليه ما كان يجي اخدوا كرار انا والخاطيب كان على طول بيجيبنا واستشارنا واحنا لعيبة انا برضو ما زلت هقول لك قصة صغيرة كنا من لعب لبنان في لبنان المطش ده نكسبه نوصل نهاية اسيا الاول مرة في تاريخ الكرة الاردنية ام كاسبين واحد صف واخر ربع ساعة مضغوطين بالجنب الشمال بطرية غير طبعية خلاص الجن التعادل هيجي تمام ده ده كان بعد المطش بتاع جلالك عبدالله فالمهم كابتن جواري بقى لما بتشد بقى عارب بقى خلاص من انطباعي معاه او من العشرتي معاه بقى ايه لازم اقف معاه لازم فبقول له كابتن الجنب الشمالي اللي هناك ده في البيت الخاص بتاع الملك عبدالله ام والعمين الكابتن جواري ده الأمير علي كان رئيس الاتحاد الامير اللي قاعد بعد الكابتن جواري ده اسمه نضال حديد معالي نضال حديد اللي هو بو بارجز ده كان أمين عمان وكان فكر صالح كابتن فكر صالح وده كان أحمد خطاشات اللي هو كان المدير العالميني ده على طول الأهم خطاشات مدير الإداري بتاع المنتخب وجمال أبو عابد ده كان مساعد مدرب من الشخصات اللي هو نجم الأردن يعني في الكرة يعني فالمهم يا كابتن ايه قلت له لازم نغير جنب الشمال قال لي تصرف على طول كده كابتن محمود الجواري قال لي تصرف ورحت مقايم مقاومة نين وا 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 الحاجات ده كلها ورحت ايه مغير جنب الشمال ونزلت قلت له كابتن قال لي قلت له اه ونزل في كان عندنا لعيب بسريع او 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 اسمه انس زفون مهم ايه بالتغيير روح تجايب عبدالله وزامع كان كابتل فرق اولتوله اي كرة اي كرة ان شاء الله بسن الجزب احطني في جنب اليمين لانس يجري عليك فيش ثلاث دقايق نعملنا التغيير افدنا الحتة والكرة وهجم مرتدة رح عبدالله مقافة رح محضرة الانس الفراد دي جنيت تاني خلص عشانه بيصق فيك جي الامير علي بعد المطش من فرحتهم من عمان بتجيه لنا بالعربية على بيروت ما هو عمان لبيروت تقريبا حوالي ساعة ساعة ونص فكنا في رمضان جي بقى طراجل مبسوط جدا وقعد معانا في شفا فبيقول له كابتل محمود التغييرين اللي انت عملتهم دول يعني حاجة فوق الخيال هم دول رد علي قال له ايه قال له على نبيل السبب على نبيل العمل التغييرين دول بيدي كل واحد حقه يا اخي يعني انت بتقول ديكتاتور عمان هده اللي كان بعض الناس بتقول كلا اه واحد بقى تاني يقولك اصلا انا شفت مش عارف ايه لا يقولك انا ايام اتخلقت انا مع صحفيين يقولك اصلا هو ديكتاتوري هو اللي بياخد القرار وبينسى كل الناس اللي معاها تقوله انتوا قعدتوا معاه واتكلمتوا معاه انتوا تعاملتوا معاه اصلا ما تعملتوش في بعض المواقف بحتاجة قرار واحد بياخد قرار لكن فيه بقى مواقف كتير جدا بيستشير الناس اللي حواليه